موسيقى موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن قتل عشرون مدنيا وجرح آخرون بقصف جوي استهدف زوارق كانت تقلهم أثناء محاولتهم العبور بين ضفتي نهر الفرات في قرية الحوايج غرب مدينة دير الزور شرقي سوريا وبحسب ما أكدت شبكة دير الزور 24 فإن عدد القتلى قابل للارتفاع مشيرة إلى أن معظم الجثث لا تزال تطفو على سطح مياه النهر قصف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الاثنين رتلا لقوات النظام والميليشيات المساندة له النظام السوري قرب مدينة البوكمال شرق مدينة دير الزور شرقي سوريا وقال النشطون أن التحالف الدولي استهدف رتلا كان يرفع أعلام ميليشي حزب الله خلال محاولته التقدم نحو المدينة لافتين إلى أنه تم تدميره بالكامل قالت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن الكلمة التي ألقاها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان تعد محاولة لتزييف الحقائق ولا تعكس إلا استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وذكرت أدول الأربع في بيان مشترك أن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي دون تغيير في سياساتها العدائية تلك رد الاتحاد الأوروبي على الانتقادات الموجهة إليه من قبل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان التي تهمته بعدم مساعدة المهاجرين في ليبيا حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن نشطاته تركز على حماية المهاجرين في أماكن إقامتهم وتأمين وصول الخدمات الطبية إليهم أدى مرور الأعصار أرما في كوبا مصحوبا بالرياح بلغت سرعتها أكثر من 150 كم في الساعة إلى قتل عشرة أشخاص في عدة مقاطعات في الجزيرة وأكد دفاع المدني أن أسباب الوفيات تعددت بين السقوط من على شرفة أو الغرق أو انهيار مبنى مذكرا أن بعض الضحايا لم يتبعوا التعليمات ورفضوا إخلاء منازله نكست أعلام البيت الأبيض اليوم إحياء لذكرى مرور 16 عاما على اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 التي أسفرت عن وقوع حوالى 3000 قتيل في الولايات المتحدة ووقف الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض دقيقة صمت في تلك الذكرى فيما اجتمع الأمريكيون في أماكن عدة من أنحاء الولايات المتحدة حدادا على أرواح من قضوا في هذا الاعتداء شكرا شكرا